موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف ساعة اخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعنوي المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن أن حل البرلمان ليس ضمن اختصاصاتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سيفوق قدرته الكافية لصنع قنبلة نووية إذا حصلت زيادة في تخصيبه شهيد خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة في طباس بوتين يتوعد مجموعة السبع بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إن تم وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية واشنطن بوست تكشف عن العثور على وثيقة حول القدرات النووية لحكومة أجنبية خلال مدهمة الاف بي آي منزل ترامب في فلوريدا مرحبا بكم ردت المحكمة والاتحادية العليا في العراق دعوة حل البرلمان وأكدت أنه ليس ضمن اختصاصاتها المحددة في الدستور وردا على دعوة حل البرلمان أكدت المحكمة أنه لا يمكن إغفال نصوص الدستور في تنظيم أحكام حل البرلمان وفي الوقت نفسه لفتت المحكمة إلى أن جزاء مجلس النواب هو حله إذا تخلف عن القيام بواجباته الدستورية التي هي الاتزام بأحكام الدستوري والمدد الدستورية وعدم هدم العملية السياسية أو تهديد أمن البلد والمواطنين معنا من بغداد مراسل ميادين صلاح الخزاعي ما هي التفاعلات وردود الفعل مع قرار المحكمة إضافة إلى التوصيات التي صادرت إلى جانب هذا القرار رامية حتى الآن ليس هناك ردود أفعال مثل ما كان متوقعا مثلا خاصة من الجهة التي دعت إلى رفع هذه الدعوة والتقدم بهذه الدعوة للمحكمة الاتحادية لم يصدر أي بيان ولم يصدر أي ردفعل على قرار المحكمة الاتحادية التي قالت أن حل البرلمان ليس من اختصاصها وإنما مثل ما حقدته المسار الدستوري في المادة الرابعة والستين أولا البرلمان يحل نفسه بنفسه ثلث أعضاء البرلمان يتقدمونه بطلبه وبالتالي بأغلبية مطلقة للجلسة البرلمانية التي ستعقد يحل البرلمان حتى أن السيد مقتدى الصدر قبل دقائق من الآن غرد بتغريدة تحدث فيها عن مكانة الإمام الحسين بمناسبة أربعينية الإمام الحسين وعن دوره وعن نسبه وامتمائه وحضوره ووجوده في أسرة آل النبي صلى الله عليه وآله دون أن يشير إلى أي من متعلقات هذا القرار ربما هو التزاما منه بما قال أنه سيعتزل العمل السياسي أو سيعتزل الحياة السياسية ولن يعلق عليها بالتالي منصات التيار الصدري أيضا لم تتفاعل بشكل كبير ليس هناك دعوات لأي احتجاج أو تظاهرة أو رد يعني يمكن أن يشار إليها الأمور الطبيعية واعتيادية الدعوة رجلت والمادة الدستورية الرابعة والستون هي الطريق الوحيد لحل البرلمان رامية بقى أن مخرجات الحوار الوطني الذي جرى أول من أمس وانبثقت منه لجنة فنية حتى الآن هذه اللجنة الفنية ربما هي المخرج الوحيد أو الحالي المتوفر المتيسر المعلن في إرهاب باتجاه مناقش القانون انتخابات عادت النظر بمفوضية الانتخابات ولكن حتى الآن لم يتبين أن هذه اللجنة الفنية هي من خبراء في الفقهات الدستوري أو القضاة أو سياسيين شكرا جزيلا لك صلاح الخزاعي مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد في العراق نبقى حيث اختتم مؤتمر نداء الأقصى عمله في مدينة كربلاء ببيان أكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وتضامن العالمية مع هذه القضية محمد الفهد موسيقى مؤتمر نداء الأقصى واختتم أعماله في مدينة كربلاء ببيان انطلق من صميم القضية الفلسطينية فأكد أنها قضية إنسانية عالمية وأن النهضة الحسينية منهاج لتحرير الأرض ومقاومة الاحتلال كما أكد أن مواجهة التطبيع واجب على المسلمين والأحرار البيان الختامي ذكر بدور العراقيين في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني على مر العقود إن المشاركين في مؤتمر نداء الأقصى المنعقد بعنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني يرفعون نداء الأقصى من العتبة الحسينية المقدسة ويعلنون أولاً إن فلسطين قضية ذات أبعاد إسلامية وإنسانية وعالمية يدعو المشاركون أبناء الأمة وأحرار العالم للعمل على تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني اللجنة المنظمة للمؤتمر قالت إنه حقق نجاحاً على مستوى الرسائل والأهداف عبر التفاعل الكبير معه من الجمهور الذي حضر إلى كربلاء واستمع إلى أصداء هذا المؤتمر مشيراً إلى استعداد الكثير من الفعاليات الدينية والجماهيرية لتوسيع نطاقه في الدورات المقبلة الأقصى ينادي فإذا نحن سنلبي دائماً وأبداً ونحن ثابتون على العهد بإذن الله سبحانه وتعالى فقضية فلسطين هي قضية عالمية قضية إسلامية قضية لكل شريف أعتقد أن مصر هذا المؤتمر عمل مهم ومفيد ليس فقط للمسلمين ولا لأهل فلسطين فحاسب بل لكافة الشعوب الناس التلاقي الديني والفكري في المؤتمر كشف عن مدى التكامل بينهما لإنجاح أي مشروع إنساني لتحقيق العدالة وانتزاع الحقوق يقول القائمون على نداء الأقصى البيان الختمي لنداء الأقصى أجمع المشاركون فيه على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتوسيع التضامن معه والتأسيس لمرحلة جديدة من المواجهة الميدانية والفكرية مع الاحتلال الإسرائيلي محمد الفهد كربلا الميادين قالت الوكالة الدولية وليات طاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سيفوق قدرته الكافية لصنع قنبلة نووية في حال تمت زيادة تخصيبه وذكرت الوكالة في تقرير لها أن اليورانيوم المخصب في إيران بنسبة تصل إلى 60% قد نمى بواقع 12 كيلوغرام فاصل 6 إلى 55 كيلوغرام فاصل 6 منذ شهر أيار مايو الماضي وفي تقرير آخر قالت الوكالة أن إيران لم تقدم حتى الآن إجابة شافية حول منشآت جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة وأن المدير العام للوكالة يشعر بقلق بشأن عدم التقدم في قضية الضمانات المعلقة انطلقت مناورات القوى البرية للجيش الإيراني تحت عنوان الاقتدار 1401 وقد أعلن المتحدث باسم هذه القوى العميد كريم جشك أن المناورات ستستمر ليومين في منطقة نصر أباد بمحافظة أصفهان وسط إيران وأشار إلى أن الهدف منها هو تقييم ورفع مستوى الجهزية القتالية لوحدات القوى البرية للجيش في مواجهة التهديدات أهداف هذه المناورات هي أولا تعزيز القوى الردعية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثم رفع القدرات القتالية للقوى البرية وأيضا تقييم مستوى العمليات الهجومية والتركيبة والردع السريع لقواتنا ومدى التنسيق الإداري في تنفيذ العمليات التركبية وقدرتنا على تغيير تكتيكاتنا من الدفاعية إلى الهجومية إضافة إلى تعزيز قدرتنا على التصدي لتهديدات الأعداء أما التسلحات المستخدمة في هذه المناورات فهي محلية الصنع قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد دكت خلال المناورات أن بلاده سترد بحزم وبالمستوى نفسه على أي إجراءات تهديدية من كيان الاحتلال ضد مصالح إيران وأمنها القومي بالنظر إلى الدور التخريبي الصهيوني في تحريد أمريكا على الانسحاب من الاتفاق النووي ولاحقا إلى تهديدات الكيان الصهيوني الإرهابي للقيام بعمليات عسكرية وأمنية ضد المنشآت النووية الإيرانية سنرد بحزم وبالمستوى نفسه على أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ضد مصالح إيران وأمنها القومي وسيتم تقييم تنسيق ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل بناء على معلوماتنا كل القوات البرية في الجيش الإيراني ترصد بدقة تحركات العدو ولديها الجاهزية الكاملة للرد على أي معتد ومناورات اليوم تتناسب مع التهديدات المتوقعة والحروب المستقبلية أنا من طهران مراسل ميادين أحمد البحراني نسألك أحمد إن كان هناك ردود فعل من الجانب الإيراني على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رامي حتى الآن لم يصدر أي بيان لا من الخارجية الإيرانية ولا من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ربما خلال الساعات المقبلة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كالعادة يصدر بيان تعليقا على هذا البيان للوكالة الذرية وأيضا فيما يتعلق الأمر بالمعلومات التي وردت في هذا البيان للوكالة الذرية من جانب إيران ليس هناك معلومات سرية خفية وإنما الوكالة أو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تقارير دورية وشهرية لها تقوم بالكشف عن اليورانيوم المخصب الذي تمكنت من تقصيبه خلال الشهر الماضي محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضا وقبل أيام فقط أشار إلى كميات اليورانيوم المخصب سواء بنسبة 5% أو 20% أو حتى 60% من جانب إيران رامية هذه الخطوة هي تعتبر في إطار الخطوات العقابية التي بدأتها منذ أو بعد عام من خروج الرئيس الأمريكي السابق دولارد ترامب في الثامن من مايو آيار من عام 2018 أي منذ مطلع العام 2019 إيران قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي سمتها بيئة العقابية لمجموعة خمسة زائد واحد القوى العظمى ولسيما بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لخروجها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وبالتالي وبعد فترة من ذلك الزمن وبالتحديد بعد اغتيال محسن فخري زادة البرلمان الإيراني أيضا حينها قام بسن قانون يلزم الحكومة الإيرانية بضرورة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وأيضا 60% وبالتالي كل هذه الخطوات يراها الإيرانيون بأنها قانونية شرعية طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية لم تلتزم ولم تنفذ الاتفاق النووي السابق في أبرم عام 2015 ولذلك الجانب الإيراني يصر على أطراف الاتفاق النووي بضرورة أولا غلق الملف النووي الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا بخصوص الضمانات التي طرحت من جانب طهران على مدى السابع والأشهر الأخيرة كثيرا أحمد البحراني مراسل الميادين كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك بالمقابل يواصل كيان لاحتلال متابعة تطورات التوقيع على اتفاق النووي مع إيران وتبدل إسرائيل المساعي الأخيرة للتأثير في الاتفاق في ظل تحذير خبراء من نبرة التهديد الإسرائيلية ضد إيران مع غياب القدرة الفعلية على مهاجمتها مانال إسماعيل إلى لغة التهديد والوعيد ضد إيران عاد المسؤولون الإسرائيليون في محاولة منهم لمنع أو عرقلة أي اتفاق نووي جديد بين إيران والدول الكبرى ما زال من الصحي لأوانه معرفة إذا ما نجحنا حقا في إيقاف الاتفاق النووي لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وسيناريو إذا استمرت إيران في المحاولة فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها وسنواصل العمل في جميع الساحات ضد الإرهاب وضد من يريد السوء بنا تهديد المسؤولين الإسرائيليين نابعون بحسب محللين من التقديرات الإسرائيلية المتضاربة بقرب التوقيع على اتفاق نووي مع إيران لبيد أطلق رسالة تهديد لإيران على خلفية احتمال التوقيع على اتفاق نووي بين طهران والدول الكبرى قريبا هذا تصريح بارز لرئيس الحكومة والسؤال المطروح هو هل هذا يعني أنهم في إسرائيل يقدرون أن الدول الكبرى في الطريق إلى اتفاق نووي؟ وعلى هامش القلق الإسرائيلي من تبعات أي اتفاق نووي يوقع مع إيران وفيما رئيس الموساد دافيد برنيع موجود في واشنطن في مسعى قد يكون الأخيرة ربما للتأثير في الأمريكيين وثنيهم عن التوقيع على اتفاق نووي مع إيران حذر خبراء من نبرة التهديد الإسرائيلية العالية ضد إيران لأنه ليس لدى إسرائيل قدرة فعالة على مهاجمة إيران ليس لإسرائيل القدرة الحقيقية على مهاجمة عشرات المواقع في إيران التي هي بالمناسبة قوة تكنولوجية عظمة وأذكرك أن إيران تبيع طائرات مسيرة للروس لذلك أعتقد أن للتواضع مكانا هنا ومع ازدياد الشعور بفشل الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع الملف النووي الإيراني لا تزال التناقضات والخلافات تخيم على المستويين السياسي والأمني ولسيما بين رئيسي الحكومة والموساد بعد انتقاد برنيع العلاني التصرف الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الذي وصفه بالكارثة الاستراتيجية على إسرائيل نقل مراسل الميادين في بيروت عن مصادر رفيعة في وزارة الخارجية اللبنانيان لبنان لم يطلب شطب القرارين 1559 و1680 وأنه لم يمانع ورود هذين القرارين في متن قرار التجديد لليونيفل وهي لا تريد أي مواجهة مع المجتمع الدولي ولسيما مع افتقاد لبنان للدعم وخصوصا العربي منه أثناء النقاشة المصادر أوضحت أيضا أن وزارة الخارجية كانت قد أرسلت تعليمات خطية إلى بعثتها في نيويورك لتعديل لغة القرار التي لا تتوافق مع اتفاق الإطار إلا أنه وفق المصادر فقد وصلت التعليمات متأخرة وكانت وزارة الخارجية قد شددت في بيانا لها على أهمية استمرار التعاون والتنصيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان ينضم إلينا زميننا عماد خياط مدير مكتب الميادين في بيروت عماد نريد أن نفهم الآن بين توضيح الخارجية اللبنانية وتجديد مهمة اليونفل في لبنان هل هناك تعديل في جوهر وطبيعة هذه المهمة في الخلاصة؟ تحياتي رمية بالتأكيد هناك تعديل هذه التعديلات كانت بعض الدول تسعى إليها تحديدا فرنسا فرنسا قبل عامين قدمت مشروع قرار فيه بعض التعديلات على 1701 والآن هناك تعديلات تم إدخالها وإقرارها وتضمينها في متن القرار الجديد قرار التمديد لمهمة القوات الدولية في جنوب لبنان وهذه التعديلات حمالت أوجه ولكنها أيضا تكشف عن انزلاق لبنان ربما إلى خطوة ناقصة قد تكون لها تداعيات سياسية لاحقا ودولية أيضا لماذا؟ لأن هذا الموضوع يسمح للقوات الدولية هذه التعديلات بأن تقوم بتسيير دوريات أو حتى بمدهمات ربما بحثا عن أماكن يمكن لها أن تشتبه بوجود أسلحة خصوصا عند دورها كما ينص القرار الذي استند فيه على إنشائها قبل سنوات يعني وجرت تعديله بعد عام 2006 يسمح لهذه القوات الآن بإجراء دوريات في الماضي كانت هذه القوات تقوم بنوع من الدوريات كانت شكوك كثيرة تراود سكان المناطق الجنوبية حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الدوريات خصوصا أن هدوءا كبيرا وعاديا يشوب هذه المناطق وبالتالي أنه ليس هناك من داعي لهذه الدوريات وكانت هذه الدوريات بعضها يضع كاميرات للتصوير وكانوا يصطدمون مع السكان الآن هذا الأمر ربما في الشكل قد يسمح للقوات الدولية بتعديل ربما مسار عملها ونشاطها لكن في رد الفعل بالتأكيد لا لأن الأهالي سيربما يتحركون ويرفضون أي تحرك يرونه مشبوها أو ذا أبعاد غير مقتضامنة مع مضمون العمل الذي أنشئت على أساسه القوات الدولية ومن بينها تقديم الدعم والمساعدة للسكان الجنوبيين هذا الأمر ماذا يعني؟ هذا يعني أنه يمكن له أن يفتح باب أمام اشتباك سياسي بين لبنان والمجتمع الدولي الذي تقودها الولايات المتحدة برعايتها لمصالح حليفتها إسرائيل وأيضا الدول الأخرى يهمها أن تزيد من الضغط على لبنان من الخاصرة الجنوبية هنا مكمن الخطر في هذا الانزلاق والدعسة غير ناقصة كما يمكن لنا أن نقول في القرار أو تعديلات التي تضمنها القرار الجديد رغم محاولات استدراك وزارة الخارجية والسعي إلى التأكيد على ضرورة أن يكون أي تحرك للقوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني لكن القوات الدولية الآن ليست بحاجة إلى هذا الغطاء أي مرافقة الجيش اللبناني لها في إتمام هذه المهم شكرا جزيلا لك زمينا عماد خياط مدير مكتب الميادين في بيروت كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال يعود البحث في دستوري البلاد بشأن خيارات رئيس الجمهورية لمواجهة احتمال أي فراغ رئاسي حسن الرفاعي حسم التيار الوطني الحر موقفه من تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب برفض قاطع للخطوة مؤكدا أنها تفتقد لثقة المجلس النيابي وستكون حكومة مغتصبة نحن ما لحنا اعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولحنا اعتبرها ساعتها مختصبة السلطة وفائدة للشرعية لكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رؤية مخالفة هذه المواقف تأتي مع دخول لبنان سبيع الأخيرة لولاية الرئيس ميشيل عون وتزايد الحديث عن إمكانية تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحياته خصوصا مع تعذر تأليف حكومة جديدة وكثرت الاجتهادات حول هذا الموضوع وكذلك حول ما يجيزه الدستور للرئيس ميشيل عون في حال عدم انتخاب خلف له صعيد القانون ليس هناك من صلاحيات محددة ليستطيع أن يمارسها في هذا المجال ليستطيع أن يشكل حكومة لأن الحكومة تستدعي استشارات يعني الاستشارات ملزمة يعني ليستطيع أن يتحلل من الاستشارات وبالتالي إذا ليستطيع أن يفعل شيئا على هذا الصعيد يعني كل ما في الأمر أنه ينتظر ولاية رئيس جمهورية محددة بستة سنوات دون ما أي إضافة لا يحق لرئيس جمهورية الحل يكون بتسليم السلطة انتقاليا ما لم ينتخب رئيس جديد إلى الحكومة وهذا التسليم يكون حكمي الدستور واضح لكن السياسة تفتح باب الاجتهادات والأرجح أن تزداد مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس بين صلاحيات الرئيس وما يسمح به الدستور يرتفع منسوب التأزم السياسي والتعويل قائم على تسوية قد تأتي في ربع الساعة الأخير حسان الرفاعي بيروت الميادين تواصلت اليوم الاعتداءة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث ارتقى صباحا الشاب الفلسطيني يونس غسان تايح شهيدا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارع بطباس شمال الضفة الغربية أثناء نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح خطيرة ودعا سكان طباس إلى الإضراب الشامل اليوم حدادا على روح شهيد مخيم الفارع تطعش الشارع جند معين تطلع الشارع تطعش الشارع ما قطع ووصل لفوق تطقع المطرع تطعش الشارع وفي مقابلة مع الميادين تسألت صابرين النجار والدة الشهيدة رزان النجار كيف يمكن لبعض الأنظمة التطبيع مع إسرائيل وأيديها ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني وأكدت أن المقاومة ليست في السلاح فقط بل في الفكر والصمود والصبر على الحصار أيضا انظروا بعين الرحمة لهذا الشعب كيف لك بالا أن يهنأ ونوما هنيئا لك والشعب الفلسطيني يقتل بمن تمد له يدك يدهم ملوثة بالدماء دماء مين؟ أولادنا كيف تتطبع معهم؟ لما بيحكي لك بيقولك احنا ما بريد تطبع معهم هاي سياسيات هاي اقتصاديات بلد مشتركة انت بتشارك مين؟ بتشارك اللي بقتل فينا وبسرقنا وبسرق مقدساتنا وكل يوم كل يوم قتل في مواجهة محاولات إسرائيلية مستمرة لتمس الهوية العربية تخرج مظاهرات في مدينة يافا منددة بالحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال على قطاع التعليم في الداخل المحتل أن تكون فلسطينيا يعني أن وجودك بحد ذاته معركة يومية يافا المدينة المحتلة هي عربية رغم كل المحاولات الإسرائيلية لتهويدها وتهويد الداخل المحتل حنجر أهلها وأطفالها علت بذلك هذه أرضنا وهويتنا إما عربية أو عربية ولا مجال لخيار آخر هم خرجوا في تظاهرات منددة باستمرار إغلاق المدارس الفلسطينية وبالتدخل في مناهجها والتضييق عليها كجزء من سياسة التهويد لتمس الهوية العربية طلاب نفسهم عم بعانوا عم بعانوا من ناحية كمان الولد لا يكون له لغة عربية لا يكون له لغة عبرية زي ما لازم وبكبر متزعزع مش عارف ايش هو هو عربي فلسطيني اللي هو ايش موكع بالعرب ها بيسر هنا بتهويد التهويد عم بيضمرنا وعم بيخرج في الياسة بعد محاولته تهويد المكان يحاول الاحتلال أسرالة الأنفس ضمن حرب مسعورة يشنها على فلسطيني الداخل المحتل من أدواتها ضربوا قطع التعليم عبر إغلاق مؤسساته والاستمرار في محاولات فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس العربية وفرض عقوبات على المدارس الرافضة لذلك أسرالة التعليم لا تقل خطورة عن سياسات الاحتلال الكبرى هذا ما يؤكده فلسطيني الداخل المحتل فالأبعد من هذه الحرب هو محاولة تمس الهوية الفلسطينية وتشويه ثقافة الجيل الناشئ متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد ذكد الرئيس الروسي فلانيمير بوتين خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي الشرقي أن الدول الغربية خالفت كل مبادئ الاقتصاد العالمي وتسعى إلى الإبقاء على نظام عالمي يبقي على هيمنتها ويحقق مصالحها محذرا مجموعة السبع من وقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا في حال تم وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية الغرب يحاول عبر العقوبات فرض سياساته لكن أحدا لن ينجح في عزل روسيا وهذا مستحيل سنواصل تعزيز أمننا الصناعي والاقتصادي الدول الغربية ستدخل في أزمة اقتصادية واجتماعية لأنها تهتم فقط بمصالح الأغنية سيكون لنا المزيد من الفرص لدخول أسواق إيران والشرق الأوسط روسيا نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي التضخم في روسيا يتراجع فيما يشهد ارتعاء في دول غربية ووضعنا الاقتصادي مستقر رغم بعض المشاكل في شركات كانت مرتبطة بدول أوروبية وسنعمل على دعمها بوتين شتد على أن الغرب لم يكن نزيهم بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا لأن أغلبية الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه الدول الأوروبية استحوذت على غالبية صادرات الحبوب الأوكرانية ثلاثة في المئة فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والباقي إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا النهج سيزيد حجم مشاكل الغذاء في العالم وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبقة الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين وهم مستمرون في خداع الدول الفقيرة مواصلة الدول الغربية شراء المواد الغذائية بوتيرة مرتفعة بهدف التخزين يتسبب في ارتفاع الأسعار وكان الرئيس الروسي قد صرح بأن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا قرار لا أفق له الوضع مع الغذ في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل خبرائها ومسؤوليها إذ إن المفوضية الأوروبية من جانبها عارضت مسألة إدرام عقود طويلة الأجل الأوروبيون بعد ارتفاع أسعار الغذ يفكرون في كيفية معالجة المسألة إلا أن الحد من السعر بواسطة قرارات إدارية ليس سوى هراء آخر سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار في الأسواق العالمية أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا ليست البلد الذي يمكن والاستهانة به أردوغان لفت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السربي أليكساندر فوتشيتش إلى أن الدول الغربية تنتهج سياسة خاطئة فيما يتعلق بأوكرانيا وقال أن روسيا قطعت إدادات الغاز الطبيعي وأسعار الغاز في أوروبا ارتفعت متسائلا عن عدم تفكير الأوروبيين بتلك العواقب بشكل مسبق نبذل جهدا لمعرفة إذا ما كانت الحرب بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في أقرب وقت ممكن أم لا لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن تنتهي قريبا أقول لأولئك الذين يستخفون بروسيا أنتم مخطئون روسيا ليست دولة يمكن التقليل من شأنها روسيا قطعت إمدادات الغاز الطبيعي وأسعار الغاز في أوروبا ارتفعت كل شيء مدروس لماذا لم يفكر في هذا من قبل؟ يشعر الجميع بالقلق حيال كيفية النجاة في فصل الشتاء روسيا تعتبر قيمة مهمة التوتر بين الخصمين التاريخيين تركيا واليونان يعود إلى الواجهة من جديد مع تهديد أنقرة أثناء بدفع الثمن واتهامها بانتهاك المجال الجوي التركي اشتعال الصراع من جديد يؤرق أوروبا الغارقة بالأزمات وحلف شمال الأطلسية الذي لطالما أقلقه النزاع المشتعل بين الدولتين العضوين في الحلف لا أفق واضحا لإنهاء التوتر بين أنقرة وأثناء فالتصعيد يخيم بعد نحو ستة أشهر فقط على اللقاء التركي اليوناني الذي رأى بالصدع مؤقتا بين الجارين الخصمين والحليفين اللدودين في النيتو الرئيس التركي رجب طيب أردغان أهدد اليونان بدفع ثمن باهظ واتهمها بانتهاك المجال الجوي التركي وبمضايقة الطائرات التركية فوق بحر إيجا فضلا عن احتلال جزر تقع فيها تلميح أردغان إلى إمكانية الدخول إلى اليونان بختة سرعان مرد عليه وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس مؤكدا أن الجيش اليوناني قادر على الدفاع عن وطنه وأن تصريحات المسؤولين الأتراك باتت شائنة وغير مقبولة التصريحات التركية واليونانية النارية تزامنت مع زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى كل من أثنى وأنقرة حيث دعت الطرفين إلى تجنب التصعيد بلا تردد فرنسا كانت دائما إلى جانب اليونان ولسيما عندما تصدر التهديدات لسيادتها من قبل الدول الجارة المنطقة ليست بحاجة إلى توترات إنها بحاجة إلى التهديئة واشنطن سرعان ما وصفت تهديدات أردغان بغير المفيدة وركزت على أن ديبلوماسية هي الحل الوحيد للمشاكل بين دولتين تنضويان إلى حلف النيتو وهي عضوية خصمين تاريخيين لا طالما مثلت أرقا كبيرا لدول حلف شمال الأطلسي في ظل حاجة غربية ملحة لوجود تركي عسكري قوي في النيتو مقابل التزام غربي تاريخي بحماية اليونان تواصل التايم والمناوراتها الدورية بالذخيرة الحية بهدف اختفار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاة والمدرعات والهجوم بالمروحيات المتحدث باسم وزارة الدفاع قال لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه المناورات التي تجرى كل ثلاثة أشهر ستستمر حتى الخميس ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه عثر على وثيقة حول الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية بما في ذلك قدراتها النووية وذلك أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا ولم يحدد تقرير الصحيفة الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة كما لم يذكر إن كانت الحكومة الأجنبية صديقة للولايات المتحدة أم معادية لها وفقا لتقرير واشنطن بوست فإن بعض الوثائق التي جرى العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية طلبوا تصريحة خاصة لا مجرد تصريح سرية جدا معنا من واشنطن مراسل ميدي محمد كريم محمد هل هناك أي تفاعلات على ما أوردته صحيفة الواشنطن بوست وهل هناك سياقات توضح الأهداف لنرى تسريبات حول مضامين بعض الوثائق أو محتوتها تلك التي عثر الاف بي آي فيها عثر عليها في مكتب منزل دونالد ترامب مقر إقامته في فلوريدا رامي بالله شك ما يجري والحديث عن هذه التسريبات هي حديث الساعة الآن في الولايات المتحدة وفي العاصمة الأمريكية تحديدا واشنطن ولعدة أسباب لخطورة هذه المسألة بحسب حديث الخبراء خصوصا الخبراء في الاستخبارات الأمريكية سواء كانوا سابقين بل حتى حاليين وعضاء في الكونغرس الأمريكي وبالتالي هي بالفعل عملية يعتبرونها عملية خطيرة في الكشف والعثور على هكذا وثائق بالغة السرية في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب لكن لم تتم الإشارة حتى الآن إلى من هي هذه الدولة ونحن كما يعرف الجميع هناك تسعة دول هي من تمتلك قدرات نووية وبالتالي الحديث يسري هنا لربما لحلفاء واشنطن سواء كانوا بريطانيا مثلا فرنسا أو إسرائيل أو من تعتبرهم الولايات المتحدة عداء أو خصوم كإيران أو كوريا الشمالية والبعض يرجح لربما تكون كوريا الشمالية هي من كان الوثائق متعلقة بها بعد القمة التي عقدت ما بين الرئيسين الكوريا الشمالي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو ربما تكون وثائق متعلقة بإيران في ظل حديث الرئيس السابق دونالد ترامب من أن العقوبات أو أقصى الضغوط التي مارستها إدارته ضد طهران هي أتت أكلها في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأيضا جنبت المنطقة من حرب نووية فيما يتعلق بكوريا الشمالية وبالتالي الحديث يسري هنا عن الحلفاء وعن الأعداء وبالتالي لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول من هذه الدولة ولكن في الحقيقة خطورة المسألة تكمن في أن وصول هكذا وثائق بالغة السرية إلى منزل رئيس سابق هذا يعني أنه لربما هناك خشية لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن هناك من اطلع لربما على هذه الوثائق لربما تكون مخابرات أو استخبارات أجنبية بالفعل قد وصلت يدها إلى تلك الوثائق وحصلت على تلك المعلومات وبالتالي هذه معلومات سرية لأنها لا تتضمن فقط مسألة قدرات هذه الدولة النووية وقدراتها العسكرية لافت أن الملف متفاعل بشكل كبير كما أشرنا إن كان بالنسبة لعملية المدهمة كما يتم توصيفها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الـ FBI وظهور ذلك بشكل موصفة بالاستعراض وكل التفاعلات التي تحدثت عنها والاتهامات المتبادلة وحرب الكلام والتصريحات التي يشنها الرئيس السابق دونالد ترامب لافت بأنه يتم تسريب معلومات حول مضامين لوثائق سرية يتم الحديث عنه لا يجوز للرئيس الأمريكي أن يحتفظ بها عندما يغادر منصبه هل هناك أي توضيح أو سياق يفسر كيف تقوم صحيفة أمريكية بالاطلاع على مثل هكذا وثائق توصف بأنها سرية جدا؟ ولماذا تسرب الآن؟ معلوم رابية أن الصحف الأمريكية معلوم بالفعل هذا السؤال مهم جدا معلوم لدى الجميع بأن الصحف الأمريكية الكبرى على وجه الخصوص كواشنطن بوست ونيوروك تايمز معروفة بقربها من أجهزة الاستخبارات وبالتالي هذه التسريبات تأتي من الأجهزة الأمنية بنفسها تسرب لهذه الصحافة لماذا التوقيت بالفعل كما تفضلته هو مهم جدا في ظل الحملة المستعرة إنجاز التعبير الحملة الانتخابية المستعرة في الانتخابات النصفية وفي ظل الأرقام التي ما تزال ترجح كفة الرئيس السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن وكذلك فوز أغلب المرشحين الذين دعمهم الرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية قبيل الانتخابات النصفية للمنافسة على مقاعد مجلس النواب وكذلك مجلس الشيخ وأيضا على مناصب حكام الولايات وبالتالي هناك خشية البعض بلا شك يتهم لربما هناك أياد خفية داخل البيت الأبيض هي من تحرك هذه البسائل وهذه التسريبات في ظل هذه الأرقام وتقارب هذه الأرقام بهدف اغتيال الرئيس السابق سياسيا وهذا ما يحاول تصويره البعض خصوصا من الجمهورين ولكن بطبيعة الحال تسريب هذه المسألة رابية لكن أن نخفي أنها مسألة خطيرة جدا الحزب الجمهوري اليوم بموقف محرج جدا بسبب هذه التسريبات هم يقولون أن الأمر مقلق ولكنهم لا يريدون أن يستبقوا الأحداث قبل أن يتأكدوا من صحة هذه المعلومات ولكن الديمقراطيون كما هو معروف سارعوا إلى قول أن ترامب يخرق مجددا القانون الأمريكي هو أيضا يخرق مجددا العراف المحمول بها في الولايات المتحدة بأنه ينقل وثائق سرية كان ينبغي لها أن تبقى داخل الغرف المظلمة لا أن تذهب إلى مقر إقامته ويطلع عليها كأن من يكون كون أنها تم العثور عليه في مقر إقامته وبذلك من المحتمل أن تكون هناك جهات عديدة قد تمكنت بالفعل من إلقاء نظر على هذه الوثائق التي بلا شك أنها تؤثر حتى على عمليات الاستخبارات المركزية الأمريكية راميا لأن الكشف عن هذه الوثائق يعني تعطيل أي عملية لربما كانت تحظر للقيام بها أو قد تكون قد أقدمت عليها وبالتالي هذه هي خطورة المسألة تحديدا خصوصا لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية شكرا جزيلا لك محمد كريم على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مراسل الميدي مباشرة من العاصمة الأمريكية في أول مؤتمر صحفي لها كرئيسة للحكومة البريطانية أكدت ليستراس الوقوف مع حلفاء بلادها للدفاع عن الديمقراطية في العالم واتخاذها إجراءات سريعة لخفض تكلفة الطاقة وضمان الإمدادات لقد قبلت للتو دعوة جلالة الملكة لتأليف حكومة جديدة متحدين مع حلفائنا سندافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم مدركين أنه لا يمكننا أن نحظى بالأمن في الداخل من دون أن يكون موجودا في الخارج سنعيد بريطانيا إلى العمل من جديد وسأتعامل مع أزمة الطاقة التي سببتها حرب بوتين سأتخذ إجراءا هذا الأسبوع للتعامل مع الفواتير ولتأمين إمدادة الطاقة في المستقبل كما سأتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وزير الخارجي روسي سرغي لافروف قال أنه سيتعين على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لزتراس تحديد موقفها من أقراب جيرانها قبل الالتفات إلى موقفها السلبي المسبق تجاه روسيا وشدد لافروف على أن مواقف تراس لن تساعد في حفاظ بريطانيا على مكانتها الدولية تمتلك ليستراس مبادئها الخاصة التي تنظر إلى عدم التوفيق بين الدفاع عن مصالح بريطانيا ومراعاة مواقف الآخرين والبحث عن حلول وسط لا أعتقد أن هذا سيساعد في الحفاظ على مكانة هذا البلد على الساحة الدولية والذي تعرض لضربة منذ خروجه من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتخذ موقفها السلبي الواضحة تجاه روسيا ستكون الأولوية القصوى هي تحديد موقفها مع أقرب جيرانها هل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون صديق لها أم عدوك؟ في إطار مواجهة مشروع الفدرالة والإدارة الذاتية في المناطق الخارجة جغرافيا عن سيطرة الدولة السورية تسعد مشكو إلى تفعيل قانون الإدارة المحلية بما يضمن عودة سريعة لعمل مؤسسات الدولة إلى هذه المناطق إذا تم تحريرها وعادت إلى كنف الدولة رضا الباشا ست مناطق إدارية بحسب التقسيم الإداري للمجالس المحلية في حلبة وحدها خارج سيطرة الدولة السورية من عين العرب ومن بج الخاضعتين لسيطرة قسد إلى جرابلوس والباب مرورا بعزاز إلى عفرين الخاضعة لسيطرة مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا مناطق تسعد مشكو للحفاظ على مجالسها المحلية لتلبية حاجات أهلها رغم خروج جغرافيتها عن سيطرة الدولة نحن كمناطق الخارج التغطية نتواصل نتواصل مع الأهالي أي حدا يلجم شيء بجوة محافظة حلاب نحن نحن لدي طلباتهم بشكل كامل جهزية المجالس المنتخبة لمناطق خارج السيطرة تضمن عودة سريعة لعمل مؤسسات الدولة إلى هذه المناطق في حال تحريرها وعودتها إلى كنف الدولة السورية كما تضمن القوائم المنتخبة تسهيل خدمات يحتاجها أهالي هذه المناطق من إدارة المحافظة بما يضمن ارتباطهم الدائم بالدولة السورية هناك دور ولكن هذا الدور يكون محدودا دور في إنجاز التراخيص البناء دور في تقديم الأوراق في الأملاك العامة للمواطنين فهذه كلها تحت بأمرت الدولة ويأمرت المجالس الإدارية التابعة للمحافظة فأي عمل مواطن بإجراء معاملة أو ترخيص سوف يراجع دائر الدولة في المحافظة جهود تبذل إلى جانب مساعي دمشق لتفعيل قانون الإدارة المحلية الرامي إلى تخفيف المركزية الإدارية وإعطاء ممثلي الإدارة المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤون المدن والبلدات التخضع لقانون 107 وهو القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة للإدارات المحلية أو للوحدات المحلية على حساب المركز رغبة دمشق بتفعيل قانون الإدارة المحلية تفرضها ضرورة عمل حقيقي لخلق تجربة يمكنها مواجهة مشروع الفدرالة والإدارة الذاتية إلى جانب دور تلعبه إدارات منتخبة لمناطق خارج سيطرة الدولة السورية تضمن ارتباطاً دائماً للدولة بمواطنيها بمعزل عن مكان إقامتهم الحالي رضا الباشا حلم الميادين التحالف السعودي يحتجز سفناً نفطية في عرض البحر ولا يسمح بإدخالها إلى اليمن الأمر الذي يتسبب بأزمة وقود كبرى وصنعات تتهم التحالف بتجاوز الخطوط الحمر وتؤكد أنها لن تسمح بمثل هذه الممارسات أحمد زبيبا إثنتا عشرة سفينة نفطية يمنية احتجزها التحالف في عرض البحر متسبباً بأزمة وقود كبرى لدى اليمنيين فاقمت الوضع الإنساني طوابير البحث عن الوقود أعادت مجدداً إلى العاصمة صنعاء والمحافظات وسط استياء شعبي من هدنة يقولون إنها غير مجدية أزمة ورأزمة واصل ولا هم على كلمة قال لك هدنة ما هدنة هدكهم وعلى هذا الحال مستمرين على هذا الحال ما نضعف شوالله ما نضعف دخلونا في أوهام وفي وعود يعني هذا الذي كانت وعد بها مجلع الأمم المتحدة الآن إحنا مساربين والهدنة لا تمت ولا شيء وما زالت السفل محتجزة إلى اليوم ووضع أنتم بتشوفه إلى حد الآن إحنا ما زلنا بنفس الموضوع مساربين وتاعبين ولا تم أي تنفيذ من قرارات الهدنة إلى حد الآن التحالف السعودي كما تقول صنعاء تجاوز الخطوط الحمر فهو يعمل جاهدا على إفشال كل هدنة معلنة ونسف كل بنودها بتشديد الحصار وعليه تهدد صنعاء بأنها لن تسمح بهذه الممارسات في ظل المطالب الشعبية برد حاسم وأذا قد بأنه حان اليوم وقت الرد الحاسم والقاسل والعدوان وإرسال ما يجب إرساله من الصواري وخطر المساير إلى الرياض وإلى أبوظبي لأنه لا يجوز أن نسمح كما قال قاعدة الثورة بأن يموت الشعب اليمن يجوعا وعطشا ويموت أيضا من قلة المواد وهم يهنعونها ولا يجوز أن نحرم من مواننا ومطاراتنا وهم أيضا يتهنعون بها شركة النفط اليمنية قالت أن التحالف السعودي لم يسمح بدخول أي سفينة وقود منذ التجديد الأخير للهدنة في تصعيد خطر للتحالف لم تعد الهدنة قابلة للتجديد كما يقول مراقبون فقد تكشف زيفها في ظل الحصار الخانقي والصمت المريب من قبل الأمم المتحدة فيما يبدو أن صنعاء تنحو باتجاه اتخاذ موقف واضح وحازم من استمرارها أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين بهذا رسل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن أن حل البرلمان ليست ضمن اختصاصاتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سيفوق قدرته الكافية لصنع قنبلة نووية إذا حصلت زيادة في تخصيبه شهيد خلال تصدي الفلسطينيين الاقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة في طباس بوتين يتوعد مجموعة السابع بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إن تم وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية واشنطن بوست تكشف عن العثور على وثيقة حول القدرات النووية لحكومة أجنبية خلال مداهمة الـ FBI منزل ترامب في فلوريدا دائما المزيد من الأخبار والتقاريض إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقع الميادين أيضا باللغة الإنجليزية وموقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على موقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة